باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر 2024 التحقيق مع 322 مشتبها به بينهم موظفون من خمس جهات حكومية وذلك من خلال أكثر من 1900 جولة رقابية وأوضحت نزاها أنه جرى إيقاف 121 مواطنا ومقيما منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي ومشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء